ايه صورة دي الحلوة ده قطع فيه العضلات القناة الشراجية بعد عملية نصور شراجي ولم تلتأم العضلات وقدت الى ان المريض ده عنده تسايب فيه البراز والثلث البرازي دهوت ادى للمريض ده احنا عملينها دياجرام عملينها رسمة لكن فيه صورة حقيقية للمريض دهوت لكن عشان انا بنعرض صور معينة فالمريض ده كمان جاله ايه بقى في الجلد تقايحات اللون الاحمر اللي ده اري ده حوالين فتحة الشراج ده التهابات شديدة حصلت في الجلد نتيجة العصارة اللي بتنزل من القناة الشراجية ومستقيم لان بيبقى فيه مواد بتلهي بالجلد طبعا بتبقى اكتر فيه الامعاء الصغيرة لكن فيه ناس بيبقى اكلها مش كافي والعصارة بتبقى اكبر فعملته حتى تقايحات حوالين الشراج زي بنشخص الحلال دي يعني عنده يجي بقى بقى اعراض وهيستوري وكشفه لكن فيه ادوات تشخيص اه هو انا دايما اقول لهم الاهم تشخيص دايما للطلبة بتوعنا ان هو الكشف الطبي جيد كشف الطبي مازال نمبر ون هو ده احسن تولز وفيه حاجة دايما اقولها حاول تطور السنس اوف ميديسين السنس اوف ميديسين ده من اعظم الاشياء اللي انت يعني انت بتبقى داخلك عين وحاسس ان عنده سرطان ومفيش ما بيقولكش حاجة فيها سرطان بس انت حاسس من وشه ومن الفيتشورز ومن الطريق ده السنس بتاعه فانت بتخش تحط له اشعة زيادة وحاجة زيادة بتكشف على حاجة زيادة عشان انت العرض اللي جايبه ده ليه حاجة وراه تكتشفها فهي من اهم الاشياء دي طبعا اعظم حاجة بنحبها جدا وانا من الناس اللي بعشقها جدا في الحوض الرانين المغناطيسي بيزادة ديفيكوجرافي وبالامر اي ودايما نقول للطلبة جماعة بعده او دكاترل تلمزتنا بعيده عني سي تي في الحوض تماما الحوض كله الصوف تيشو هتفهم ما نعملش اشعة مقطعية اشعة المقطعية تخدمني في العظم وتخدمك تخدمنا في البطن البطن كلها تيوبز كتيرة وكلها أورجنز فاتبان بانكرياس وليفر وسبلين وكول خلاص لطيف واورتة واتخديك لكن ده صوف تيشو صوف تيشو ده ناسيك درخو السيتي ما يعملكش حاجة فيه عايز الرانين يديك بقى يفصل لك عضل عضلة ويقسمها لك ويديك الجو الجميل بتاعها لو فيه ناصور يزرهولك لو فيه خناشر جاءت حط فيها جال وتقول للعيان ديفيكات يبتدي تشوف الميكانيزم اوف ديفيكاشن طريقة التبرز فديناميكات التبرز لانا بشرحها للناس بقولهم دي محاكالة تبرز سيميليتور انت بتتفرج بس للشخص نفسه ازاي ان انت تعمل عملية التبرز فبالتالي هي حاجة مهمة اوي ايه بيجي بعديها طبعا السونار وبيجي بعديها الاشعة العادية الاكسراين مازال في عندها اكسراين ديفيكوغرافي دي في بعض الحالات سيمبل نقدر نعملها رسم العطالات مهم جدا وراسم العصب مهمين جدا في حالات الحوض وتشخيص الحالات داية